كما أكد الرئيس السيسي أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءاً غالياً من أرضنا وأشار إلى أنه رغم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب لأن حجم الشائعات والأكاذيب والإفتراءات التي تواجهها مصر غير طبيعي هي الحرب تحت الإرهاب خلصت طبعاً الغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والأكاذيب والإفتراءات غير طبيعي أخيرهم الكلام اللي تقل خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات والله الشهر اللي فات لما تقل إن إن قلت السويس وكلام يعني يعني أنا عارف إن المصرين منتبهين لده ومش هايستدقوا لكن تقل كده تقل إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس وفي عرضي مش عارفينه فيه حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على إن إحنا الكلام ده أنا قلته أمحمد قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتبع بإيه؟ بتريليون دولار هنبيع القنال بغض النظر عن الكلام دوات كأرقام وكده أنا عايز أقول حتفضل العملية عملية محاولة عرقالتكم مش أنتوا بس كلنا مصر مستمرة وهتستمر